السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لابد أنكم تسألتم في يوم من الأيام لماذا السفينة لا تغرق مع أنها مصنوعة من معدرنا في هذا الفيديو إن شاء الله سنقدم لكم سبب ذلك لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو وهيا بنا نبدأ لماذا لا تغرق السفن في البحر رغم أنها مصنوعة من المعدن لنشرح هذا الأمر لماذا لا تدخل إلى المطبخ الآن قم بفتح سنبور أغلق الحوض بسدادة قم بملء الحوض بأكملها بعد ذلك قم بوضع أحد الصحون المعدنية فوق سطح الماء ستلاحظ على الفور أن الصحن بقي عائما فوق سطح الماء ولم يغرق رغم أنه معدن والآن قم بأخذ الصحن وقلبه على وجهه ثم ضعه فوق سطح الماء ستلاحظ هذه المرة أن الصحن سيغرق نحو أعماق الحوض ربما تبدو لك هذه التجربة التي قمت بها بسيطة لكنها في نفس الوقت هي الظاهرة العلمية للطفو التي يرتكز عليها بناء السفن لا شك في أنكم سمعتم عن أرخاميتس عالم الفيزياء اليوناني وقصته الشهيرة مع ملك ساركوزا والتي تدور حول صائغ الذهب الذي عرد تاجا على الملك كان قد طلبه منها وعندما أخذ الملك التاج أحس أن هناك شيئا مريبا بهذا التاج وظن أن ذلك الصائغ ربما قد استغفله في أمر ما لذلك فكر قليلا ثم طلب من حراسه إحضار أرخاميتس وعندما جاء أرخاميتس قال له الملك أنت عالم أليس كذلك وعندك تفسير لكل شيء قال له أرخاميتس نعم أنا عالم فقال له الملك أنا أريدك أن تتحقق لي من هذا التاج إذا ما كان مغشوشا أم لا وحاول أن لا تكسره أو أن تقوم بأي أمر يشوهه أحس أرخاميتس بالضغط من طلب الملك الغريب وعندما خرج من عندي الملك قال في نفسه كيف سأقوم بهذا الأمر لماذا لا أخذ حماما أولا وأرتاح ثم دخل ليأخذ حماما وبعد أن دخل إلى مغطسه قال في نفسه لماذا عندما أحاول أن أغطس يتضفق الماء من المغطس وينقص من سوبها ولماذا أحس أن هناك قوة تدفعني إلى الأعلى عندما يغطس جسم ما داخل جسم سائل تخرج كمية من السائل وتعادل وزن الجسم الداخل وهنا فكر أرخاميتس وقال أنا سأقوم بوضع التاج في الماء وسأرى كمية الماء التي سيخرجها وبعد ذلك أزن التاج بسبيكة ذهبية وأضع السبيكة بعد ذلك في الماء وأرى هل ستخرج نفس الكمية من الماء وإذا كانت كمية الماء التي تخرج بسبب التاج وبسبب السبيكة الذهبية هي نفسها فالتاج من الذهب الخالص وإذا لم تكون متساويتين فالتاج مغشوش لذلك قام أرخاميتس بالتجربة وكانت نتيجة تجربته أن قال للملك سيدي لقد غشك الصائغة إذن ما الذي نستفيده من هذه التجربة أولا هو أن الكذب ليس طريقا آمنا لمعاملة الملوك ثانيا نستنتج أن أي جسم صلب يوضع في جسم سائل سيواجه قوة دفع إلى الأعلى تعادل كمية جسم السائل المسكوب وكانت هذه هي قاعدة أرخاميتس التي بنيت عليها قواعد إبحار الصفون وهناك سؤال منتشر بين الأوساط وهو لماذا لا تغرق سفينة بحجم تايتانيك في حين أن مسمار صغير فقط يغرق الجواب على هذا السؤال سهل فقد قال أرخاميتس أن الجسم المغمور يقوم بإزاحة مقدار معين من الماء وأن شرط طفو أي جسم على سطح الماء هو أن يكون مقدار الماء الذي تمت إزاحته أكبر من وزن الجسم نفسها وإذا ما تم تحقيق هذا الشرط فإن الجسم سيطفو بشكل مؤكد وهكذا فإننا سنجد أن هناك ثلاثة حالات تخص حالة الطفو أولا سنجد أن كمية الماء المزاح أكبر من وزن الجسم وهذا شرط الطفو الحالة الثانية مقدار الماء المزاح أقل من وزن الجسم وهنا سيغرق الجسم ولن يكون قادرا على الطفو والحالة الثالثة عندما يكون مقدار الماء المزاح يساوي وزن الجسم وهنا يكون الجسم في المنتصف فهو ليس طفيا فوق سطح الماء وليس غارقا بالقاع حتى الآن لم نذكر السبب الرئيسي الذي يجعل السفينة تطفو لكن أوضحنا فقط أنه يتوجب عليها إزاحة كمية من الماء أكبر من وزنها حتى يتحقق ذلك وسنضيف معلومة أخرى إلى ذلك وهي أن الشيء الكبير يزيح كمية ماء كبيرة والآن باستعمال هاتين المعلومتين ما رأيك أن نلعب لعبة وفي هذه اللعبة نحضر قطعة حديد وزنها 100 كيلوغرام والتي إذا ما وضعناها في الماء ستغرق بكل تأكيد ما هو رأيك لو أننا غيرنا شكل هذه القطعة الحديدية ونحولها مثلا لمكعب كبير فارغ من الداخل وستكون المفاجأة أنه إذا وضعت هذا المكعب الحديد فوق سطح الماء فإنه لن يغرق وسيطفو رغم أن هذا المكعب هو نفسه نفس قطعة الحديد التي كانت في الأول والتي غرقت عندما وضعناها في الماء الفرق الوحيد هو أننا غيرنا الشكل والأبعاد لهذه القطعة الحديدية وجعلناها مجوفة وهذا هو السر السحري وراء طفو أي جسم مهما كان وزنه فوق الماء وهو تغيير الأبعاد وتمديد الحجم إلى أي مدى ممكن حتى يتمكن من إزاحة أكبر كمية ممكنة من الماء لذلك فإن أي سفينة يتم بناؤها يصمم شكلها الخارجي على نية إزاحة أكبر كمية ممكنة من الماء والتي يجب أن تكون أكبر من وزن السفينة ويتوجب أيضا أن يكون هناك تجويف داخل السفينة لأن نسبة الهواء المتواجد في هذا التجويف ستساعد في جعل كثافة السفينة أقل من كثافة الماء وهذا سيمكنها أن تطفوه ولو أننا قمنا بوضع نفس السفينة على سطح الماء وألغينا تجويف بذاخلها فإنها ستغرق مثل ذلك المسمار الصغير نفسها والأكثر غرابة من ذلك هو أنه حتى لو أحضرنا سفينة مجوفة ووضعناها فوق سطح الماء وهي مقلوبة ستغرق دون أدنى شك وهذا مثل التجربة التي قمت بها في أول الفيديو والشهد من الأمر أن سطح المسوى الذي يمكن أن تدفعه قوة المياه لم يعد موجودا لذلك نستندج في الأخير أن الأمر لا يتعلق بنوع المادة التي صنعت منها السفينة سواء كانت مادة خفيفة كالخشب أو ثقيلة كالحديدة لكن الأمر يتعلق بتغيير الأبعاد والحجم وإضافة التجويف الداخلية هكذا يمكن أن تبحر سفينتك بكل هدوء وطمأنينة أتمنى أن يكون الموضوع قد أفادكم لا تنسوا أن تشاركوا الموضوع مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإلى اللقاء